من جانبه أكد محسن أبو سعدة رئيس حزب العمل الاشتراكي أن التضخم والأسعار من أهم القضايا التي تشغل الحوار الوطني وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن جلسة المناقشة شهدت التوصية بتشكيل لجنة عامة لمتابعة الأسعار وتحديدها مش ربح معين لوقف جشع التجارة تشكيل لجنة عامة لمتابعة الأسعار وتحديدها مش ربح معين للسلع حال الأقل الاستراتيجية التي تم السيطرة عليها ووقف جشع التجار بحيث أننا نقدر نعمل استقرار في الأسعار وخصوص أنه فيه سلع بتنتج محليا ومش محتاجة لا مش مرتبطة لا بالدرار ولا بخلافه وفي ارتفاعات متسارعة